اشتركوا في القناة في أسعار المحروقات والحطب وما في لا بيرين لا مازوت لا حطب ما عم يجبوننا شي ونحن ما نقدره إلا نروح نجمع هالبنات يجمع من تحته وين بتباتئ هالغنم بيجمع بيئدوهن يجبوهن بالكياسين نقعوهن بالعرباي نقعوهن بطشت ثاني يوم يطبشوهن هيك يكبسوهن تم يومين ثلاثة لحتي يبسوه يقيموهن هالبنات لأيام الحاجة عوائل أخرى مهجرة لا تستطيع حتى تأمين الجلة هنا أمو ماجد من رفي إدلب الجنوبي تنتظر مع أطفالها الأيتام دور المنظمات الإنسانية في تقديم أي شيء يساعدهم مع قدوم الشتاء والله ما أجهزت شيء لا والله ما عندي شيء أجهزه تانين رحم الله وفرج الله علينا لحتى الله سبحانه وتعالى يهيئ ناس قد مننا مساعدات وندبر حالنا به الشتوي والله ما عندنا غير رحمة الله بحسب ما تشير إليه أحصائية فريق منسق الاستجابة فإن معظم المخيمات العشوائية غابت عنها رعاية المنظمات الدولية والمحلية ويعيش المهجرون فيها ظروفا صعبة فلا خدمات متوفرة ولا رعاية صحية أو مساعدات إغاثية تكد لا تذكر شتاء ربما يكون قاسيا هذا العام خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت حركة نزوح كبيرة تجاه الحدود السورية التركية حيث تنتشر مئات المخيمات العشوائية التي تفتقر بشكل كبير لخدمة التدفئة وغيرها إبراحيم سويت تلفزيون سوريا ريفو إدلب الشمالي